في الأشهر التي تلت اتفاق بيروتوريا للسلام الذي يهدف إلى إنهاء الحرب على تيجراي لا تزال الأمهات الحوامل يعانين من مصاعب كبيرة ورغم أن الاتفاق قد سهل بعد تقدم فإن الوضع العام للأمهات الحوامل لا يزال سيئا أفادت العديد من الأمهات أنهن يواجهن تحديات خطيرة في الوصول إلى الخدمات الرعاية الصحية الأساسية لم تكن هناك معدات للولادة ولم تكن خدمة الإسعاف متاحة لم يكن هناك ما يكفي من الأدوية أصيبت العديد من الأمهات بالصدمة مما أدى إلى تعقيد المخاض ولا تزال المشكلة قائمة حتى يومنا هذا لا يوجد خدمة إسعاف حتى الآن لذلك يجب على الناس حمل الأمهات الحوامل من المناطق الريفية ولا تزال هؤلاء الأمهات يواجهن صعوبات أثناء الحمل ولا تزال هذه القضية دون معالج لقد تم إحراز بعض التقديم منذ اتفاق بيروتوريا للسلام ومع ذلك وعلى الرقم من توفير سيارات الإسعاف لا يزال نقص الوقود مستمرة وهذا يجب الأمهات الحوامل على السفر سيرا على الأقدام حتى أن بعضهن يلدن في طريقهن إلى هنا وتواجه هؤلاء الأمهات تحديات عديدة وبالتالي يجب على الحكومة الفدرالية وإدارة تيجراي المؤقتة إعطاء الأولوية لإحتياجات هؤلاء الأمهات وتلبيتها ولفتت رئيسة جمعية نساء تيجراي أباباها إلى السلاسة الانتباه إلى التحديات المستمرة التي تواجهها الأمهات في تيجراي على الرغم من بعض التغييرات الإيجابية منذ توقيع اتفاق بيروتوريا للسلام لقد لاحظنا بعد التغييرات الإيجابية منذ اتفاق السلام وقد استانف العاملون في مجال الرعاية الصحية مهامهم وتتلقى الأمهات الأدوية وخدمات الولادة إلى حد ما ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة لا توجد خدمة الإسعاف حيث تم تدمير سيارات الإسعاف ونتيجة لذلك لا تزال الأمهات في المناطق الريفية بحاجة إلى السفر عدة كيلومترا للحصول على الرعاية الطبية وبدون خدمات النقل تواجه هؤلاء الأمهات صعوبات شديدة ويتعرضن لخطر المواقف التي تهدد حياتهن في دراسة تم الانتهاء منها مؤخرا ذكر الدكتور هيلة كاتس أقاي وهو باحث طبي رائد وجود اتجاه مثير للقلق في صحة الأم وكشفت الدراسة الشاملة أن معدلات الوفيات النفاسية شهدت زيادة في الآوينة الأخيرة أجرينا دراسة شملت مسحا من الباب إلى الباب لـ 190 ألف أسرة وتشير نتائج إلى أن معدلات وفيات الأمهات قد عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل 22 عاما وكنا نأمل في حدوث تحسينات بعد اتفاق بريتوريا ولكن توقعاتنا لم تتحقق بعد ونحث السلطات المعنية على المستوى الاتحادي والإقليمي على إعطاء الأولوية لمبادرات صحة الأم وتخصيص الموارد لتنفيذ التدخلات القائمة على الأدلة التي تهدف إلى عكس المسار الحالي ترجمة نانسي قنقر